طبعاً نهاية اللي انتو عملتوا كده بس هي مش الخطوة بشكل عام متأخرة حابتين احنا مصر برضو يعني عندنا بحرين وعندنا نهر النيل ومن قديم الازل بتقام وسبقات حتى في نهر النيل فليه الخطوة دي اصلاً اتأخرت ليه ليه ما محدش فطن ليها من قبل كده هي قريدي احنا طول عملين احنا كنا ليدرس في الحتة دي لحد ليت ناينتيز واول الالفنات وبعدين فترة نامت سنة الحتة دي بس فكان الهدف بالتمسيك مع كل الجهد وانتمزم الحتة الوزارة حتة الاتحاد احنا كمنظمين ان احنا نبدأ نرجع اسم مصر تاني على الخريطة في الحتة دي بس اتس نافر توليت يعني احنا فيها ان احنا ازاي ندي الاكسپيريينس كلها للسبحين اللي موجودين اين كان بروفاشنالز ولا اماترز يعني ناس هو في الرياضة او حبين ان هما يخشوا حتة السباحة اين كان اعمارهم ايه يعني اعمار صغيرة اطفال ولا كبار ستينات سبعينات خمسينات كل الامار انهم ازاي ياخدوا نفس الاكسپيريينس بتاعت بطولة دولية زي دي يعني احنا اتكلمنا في التوبيك ده تحديدا السياحة الرياضية لان ده ملف مهم جدا زي ما انت قلت شريف مصر عندها كل حاجة عندك المكان السياحي العظيم جدا مش نوجود في حتة تانية عندك الجو طول السنة عايز تشتي تعالى عايز تصيف تعالى عايز خريب تعالى يعني كل حاجة موجودة وبجد مهيئة فيمكن زمان ما كانش عندنا الثقر احنا نقدر ننظم بطولات ليتلي انت شايف احنا بننظم بطولات وفي ظل كمان الكافت وغيره كانت اخيرها بطولة اليد فياني لأ احنا الموضوع بيختلف تماما بس احنا الموضوع بيختلف تماما بس